تكون مع الخبر ومأساة الطفل سالم من ولاية جلفة اللي الدولة والخبر هذا يرواد موقع التواصل الاجتماعي ونالتعاطف كبير بسبب فقدان كل عائلته يعني يرحمهم إن شاء الله طفل سالم يعني فقد كامل عائلته يماه باباه وخياته اتر تسرب الغاز السيارة والدخان يعني كان صباحة هذه الفاجعات كان راح صلى الفجر مع باباه ومبعد أقول له عادي يعني يستقهوا وكيما نقوله احنا يشربوا فطور الصباح ومبعد راح للمدرسة التاعو والأب التاعو قام بتشغيل محرك السيارة ومبعد داتوا عينه يعني اغفر الارقد وهذا الدخان هو اللي يتسرب وقتلهم كامل وكيه يقول له هذا الطفل يعني لقى كامل عائلة التاعو ميتا يعني نشوفوا حاجة نقوله احنا بلي حاجة صغيرة مدير والو وبالك دخانت على السيارة ولا غازت على السيارة ما راحش يؤدي إليك واريت لكن العواقب يعني أنا شخصية ما كاش على بالي بالي هادي كاباب تقتل وكانت سيارة يعني في المستودع بالك قريب بالك كلش مغلوق ولا يدخل لهم هادي الدخان ممكن ما تردح على هادي مليح تكون لايغاسيون يكون تهوية تهوية ربما في كل مكان ما يكونش مغلوق كامل حسنا يعني يربي يكون مع الطفل هذا اللي قعد إن شاء الله يعني العائلة التعومة يتخلوش عليه ويكونوا معه ويكونوا معه ويكون شوعة وصغير يعني 13 سنة نشوفوا بعض التعليق اللي كانت على هذا الموضوع عن التعليق الأول لعمار عمار عفوا الله يرحمهم ويخفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين ويصبر الولد على أهل وعند التعليق الثاني لأم جاليل اللي يرحمهم جميعا واللهم نستودعوك هذا الإبن ونسألك حفظه ورعايته إن شاء الله يربي يرحمكم ويرحمهم هما